فاللي بقاله كتير قوي مصعدش ده هيموت نفسه علشان الاهلي ما يصعدش برضه والله العزيب يعني يعني إيه؟ يعني أنا لو مصعدتش لدور التمانية أو للدور اللي بعد دور المجموعات هفكر في نفسي المفروض كده ان أنا فكر في نفسي إزاي حقدة نصعد لدور اللي بعد دور المجموعات صح؟ لا أنا مش هفكر في كده مش مهم ما نصعد لكن برضو الاهلي ما يصعدش دي اهم عندي من ان انا اصعد يا حبازة بقى لو انا صعدت والاهلي ما صعدش هيبقوا مبسوطين لكن اهم حاجة ان الاهلي ما يصعدش اهم حاجة ان انا اتريع على الاهلي اهم حاجة ان انا اخبط في الاهلي اهم حاجة ان انا اقول للناس ان انا كسبت الاهلي البعض بيحاول ليعمل كده يعني وخلي بال حضرتك هو دايما الله يرحمه الأسطورة صالح سليم قالك أنا عايز ناس أتنافس معها رياضيا مش عايز ناس أتخنق معاها وتحاول توقعني مش مهم هو بيعمل إيه خلي بالك ده بيحصل هنا عندنا من بعض الأندية هنا في مصر مش مهم هو عايز إيه لكن الأهم هو أن أنا وقع النادي الآلي فلما طب ما أنا اتغلبت وتعادلت أو اتغلبت واتغلبت ما عالبش يعني خليك في نفسك خلي كل واحد في نفسه لا ما ينفعش لأن الناحية دي الدنيا سخنة جدا فأعمل إيه فلازم أطلع أقول أصدقوا الأهلي اتغلب الأهلي وحش لعبت الأهلي وحشين مع الاعتراف أن هناك حالة أنا مش هقول إجهاد علشان ما حدش يقولي أنت طلع تطبل ولكن أنا ممكن أجيب لحضراتكم الفيديوهات اللي أنا قلتها قبل كاس العالم للأندية في البيت الكبير برضو لما كنت بتكلم بقول إن إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا وده النادي الأهلي ولازم بقى نواجه المشكلة دي وهي أن أنت لعبت أربع مباريات في 11 يوم وقابلهم أربع مباريات في 11 يوم تانيين وبعدهم بعد كاس العالم أربع مباريات حيتلعبوا في 11-12 يوم برضو وفيهم سفر جنوب أفريقيا والقطن الكاميروني وفيهم كذا فيهم كتير هنتكلم عن هذا الأمر محدش يقول لي إسلام أنت طالع تطبل أنا مش طالع أطبل أنا طالع أقول لحضرتك أننا النادي الأهلي مش أنا إحنا النادي الأهلي اتغلبنا مباراة شايفين إيه الأخطاء اللي عندنا شايفين إيه الأخطاء اللي موجودة في النادي الأهلي كلنا شايفينها وعارفينها بما فيهم المدير الفني شايف هذه الأخطاء هيعمل إن هو يصلحها إذن نقل نقطة ومن أول السطر